الشلل الدماغي عند الأطفال أو كما يحب يعرفه بعض علماء الفيسيولوجي يقولوا أنه خلل أو تلف في بعض خلايا المخ كلا الأمرين الاسم الشائع هو شلل دماغي واسم الطبي والعلمي هو خلل في وظائف المخ اللي اتنين بيعبروا عن مرض خطير جدا يعني تكلفته عالية قوي بيكبد الأسرة والمحيطين بيها كثير من المال والجهد والوقت الشلل الدماغي موضوع مش سهل الأسرة اللي بتبتلى بطفل زي كده بتبقى أسرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم مع الصابرين لأن البلاء بيكون عظيم عليهم جدا أما نيجي نشوف يعني إيه شلل دماغي العلماء بيقولوا هذا الشلل الدماغي أو الخلل في بعض خلايا الدماغ قد يكون أثناء تكوين الجنين في بطن الأم وقد يكون أثناء الولادة السبب وقد يكون ما بعد الولادة كإصابة أو حمى أو التهاب صحائي أو غيري الأسباب متعددة بعض الناس يقولوا لا ده فيه أسباب جينية يعني الشلل الدماغي ده أو تلف خلايا المخ قد يكون أسباب جينية تلف في جينات معينة والبعض الآخر يقول تعرض الأم إلى موجات كهروماناتصية كبيرة زي اللي سكنين تحت أبراج الضغط العالي أو اللي بتعرضوا الإشاعة أثناء الحامل ما كانتش تعرف أنها حامل وعملت أشاعة عشان رجبتها أو علشان ألم في الحوض أو أسفل الظهر فعملت أشاعة إكس اللي هي الأشاعة التصويرية أو تكون تعرضت لإشاعات كبيرة زي اللي بيعمل علاج لبعض الأورام باستخدام أشاعة جامع أو أشاعة العلاجية برضو ده ممكن يؤثر على الجنين هناك أسباب أخرى نقول أسباب نتيجة إساءة استخدام الكحليات يعني إيه إساءة استخدامها؟ يعني معصية ربنا بشرب الخمر بعض النساء ونقول خاصة في الغرب ما بتشرب الخمر وهي مش عارفة أن هي حامل ده يؤثر على نمو المخي عند الجنين ويؤثر عليه بعض النساء أيضا بيتعاطوا المخدرات ده ممكن يؤثر على نمو الجنين والمدخنات أيضا إذا ولدوا الطفل اللي هو نقول قليل الوزن يعني تلاقي الطفل مولود كيلو كيلو إلا 100 جرام بيبدأ يؤدي ده إلى تلف في خلايا المخ بنقول ممكن الأم تتعرب لحد السيارة وده بيحدث أثناء الحمل إنه هي سيئة وهي مسكة ديركسيون يتخبط الديركسيون في بطنها ويكون الطفل في مرحلة نموه الكامل فتتخبط راسه جوه في الديركسيون بتاع العربية تؤدي إلى إصابة نزيف في المخ تلف في خلايا المخ خبطة وقعت حادث ويماشيا خبطها توك توك بعض الأسباب بيحدث أثناء الولادة في بعضها نتيجة أمراض يعني ممكن طفل تكون الأم تصابت بمرض القطط وبدأ الدم اللي واصل للجنين يقل فيبدأ يحصل عنده نقص في الأكسجين أثناء الولادة أو قبل الولادة بعض السيدات بيبقى عندهم مرض تخثر الدم يعني إيه تخثر الدم؟ يعني بيحصل لها جلطات صغيرة وما بتحصل الجلطات دي في المشيمة اللي هي بتغزي الجنين ممكن تؤدي إلى الشلل الدماغي عند الأطفال أثناء الولادة ممكن ولادة متعسرة الحدية يشدوا على الدماغ يعملوا يحصل فيه هذا الأمر أو حاجة بتسموها يعني إيه ولادة بتتم واحدة والدة 3-4 مرات وولادات طبيعية ومعندهاش مشكلة وبعدين كسلت أول ما تطلق جهة إنها تجرى على المستشفى بتقول لك أقعد شوية أعمل أكل الليال أعمل كذا وفيه أمهات بتعمل كده فتتأخر فعلى ما تركب التاكسي وتروح المستشفى تكون حدثة الولادة أثناء التاكسي وهي رجل فالعي اللي ينزل دماغه تتخبط الخبطة اللي بتحدث أثناء الولادة ممكن تؤدي إلى شلال دماغي ولا عزو الله طيب قلة الأكسوجين اللي بيحدث ممكن يتلف الحبل السري على الرقبة ممكن الطفل يكون نازل بالمقعدة أسباب كتيرة أثناء الولادة تؤدي النقص الأكسوجين والطفل يدخل حضانة أو كذا كذا في أطفال لا يتولدوا كويسين ما عندهمش مشكلة ولكن يتولد يجيلوا صفرة وترتفع تفضل نسبة الصفرة ترتفع والأهل مش واخدين بالهم يعني اللون والمهتمين بالأم وسيبين الطفل الصفرة عملة تزيد الرضاعة بتقل بعدين على ما يكتشفوا وقدوا مستشفى عشان يتعالج من الصفرة تكون أثرت على خلايا المخ ممكن بعد الأولادة لقى الطفل طبيعي وعيت وما دخلش حضانة وكله طبيعي ولكن ليه أخ صغير شده من رجليه كده وعلى السرير رح نازل على دماغه خابط الخابطة دي نزيف في المخ تعمل شلل في الدماغ في بعض مراكز المخ وقع عليه حاجة الأم شايله وتكعبالك يبقى ممكن إصابة تحدث للطفل أو الطفل جاء له ارتفاع في درجة حرارة والأم برضو ما خدتش بالها أو الحرارة ما لاحظتهاش زيادة درجة الحرارة تأدي التلف بعض في خلايا المخ الالتهاب السحائي اللي هو التهاب الأغشية المغطية للمخ ممكن يكون سبب من أسباب التي تؤدي إلى شلل دماغي الطفل يبدأ الأم تتعرف عليه تقول ما بيعيطش طبيعي ضعياته خافت يعني ما عادش السريخ اللي بنسمعه من الأطفال تقول لك إنهم ربي أولاد وعارف العيل صوته بيجي بآخر الشارع إنما الطفل ده صوته ضعيف وعياته خفيف الرضاع عنده مش كويسة تلاقيه مش عارف يرضع ده بقى ده الأمر التاني عنده صبعوبة في البلع بياخد شوقت اللبن بيرجعهم مش الترجيع العادي عشان الأمهات ما تقلقش لا ده بيبقى ترجيع مش عارف يبلع ده أيضا من الأسباب الطفل ما يكبر شوية الأم تقول حس إن جسمه سايب يعني إيه اسمه سايب يعني عضلاته مش مسكة نفسها أنا شفت إخواته كنت أمسك الواحد منهم يبدأ لكن ده عضلاته سايبة دماغه ما بيقدرش يسلوبها كده ده دماغه على طول محدوفة نجيبه الوراء بتحديف الوراء للجنب الطفل اللي بالشكله ده لازم الأم يبقى عندها وعد لذلك بنقول بعد الولادة لابد من عرض الطفل على دكتور الأطفال ونتابع مع دكتور الأطفال نموه إن النموه مش تحطه على مزانه ونقول آه لا ده وزنه حلو لا النموه الحركي هل بيبدأ يحرك رجليه إن ممكن طفل نلاقيه بيحرك جنب يعني إيده ورجل والجنب التاني جنبه ما بيحركه مش خالص الأم الوعية تبدأ تودي الطفل تقول لا أنا عايز أتطمن على ابني أشوف الحركة اللي في إيده الشمال ورجله الشمال أو العكس ما بتحركه ليه تبدأ الأمها بتتابع الحركة أما بتروح لدكتور الأطفال بيعمل له اختبارات أو حاجة اسمها ردود أفعال بيعمل له اختبار بنسميه الموروريفليكسي نايم الطفل كده ويجي عند دماغه جنبه كده رخبط خبطة يعمل صوت نلاقي الطفل يروح رفع إيديه كده ده يبقى طفل طبيعي ليلة الطفل تخبط جنبه يدلغه مهما تغبط ولا هو هنا مسامع ولا بيحرك إيده ولا رجله اعرف إن هنا في مشكلة بنبدأ نشوف رجله وإيده أخبارهم إيه حركتهم إيه رد فعل بتاع إيده ورجله أما بنيجي نعمل له نخربش كده في كعب رجله بيشد رجله ألا ما بيشدهاش طبعا دكتور الأطفال أما بيفحص يبدأ يحدد أما بيبدأ يشخص يقول طيب هل هو عنده تركيز بصري يعني تبص في عينه ويقدر يبص في عينك ولا على طول هو بسرحان في ملكوت تاني تأبس في المفاصل تيجي تتني وتفرط عضلاته ممكن شدة ضعف في العضلات بنجد إن الحالات بتختلف من حالة الحالة يعني ما فيش حالتين زي بعض ونشوف الطفل مثلا في سن الجلوس هل بيقعد ولا بيقعدش يقول لك لا دا ما قعدش مش عارف يقعد ما بيتقلبش التقليب في الفراش بيتعرف إذا كان الطفل دا بيتحسن أو فيه نموه الحركة طبيعي ولا لا لا قالك ما بيعرفش يتقلب لوحده لازم إحنا نقلبه طيب بعض الحالات بتكون بسيطة يعني بيكون فيها ضعف في طرف يعني إيد أو رجل أو بعضها بيكون شديد الضعف عام مسك من الرقبة لغاية تحت في حاجة اسمها النغم العضلي يعني إن نغم العضلي يعني ما ممسك العضلة كده أحس إن فيها مسكة تحت إيدي بعض الأطفال ظل نلاقيها العضلة في حالة من الاسترخاء الزائد أو ما يعرف به حالة المرونة الزائدة مش جمدة وفيه بقى العكس نجد إن الحالة متصلبة يعني عضلاته شدة والعي العامل كده طول الوقت أغفر الدراع وألاقي فيها صعوبة أفتح صوابع فيها صعوبة دي حالة اسمها حالة زيادة التون أو زيادة النغم العضلة كتير من الولاد دول نجد فقدان الوزن يعني ما بيمشيش وزنه طبيعي مع المعدل النمو الموجود عند الأطفال نجد عنده حركة متقطعة يعني ممكن نعمل كده دراعه الحركة بنسميها جيركي جيركي يعني متقطع مش ماسكة كده الحركة لا نلاقي كأنه يبقى قطع فيها وأحيانا نجد تفوق جانب على جانب يعني جانب بيتحرك وجانب لا نيجي في سن الماشي اللي ما بيمشيش طبعا بنديره الفيتامين دال والكالسيا برضو ما بيمشيش الحركات البسيطة نبدأ يحرك إيده يمسك صبعنا يعني نعمل لنا الصبع كده يحاول لو يمسك الصبع كويس لا الطفل اللي إيلة بيمسك ولا حاجة مش قادر يحرك دي ونجد بعض التأخر في نمو الكلام يعني نقول له داد 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 ما بيقولش داد باب 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 ما فيش في السن اللي يبدأ يناغي ده ما بينغيش وما بيتكلمش هو وعيات وعيات مكتوم ضعيف وعدم الراحة وعدم القدرة على البلع الجيد وممكن أن ما يبدأ يتكلم في سن يعني متأخر يبدأ بقى التأتأة واللعسامة ما بيتكلمش الكلام الواضح أو يقول جملة لا يقول كلمة واحدة أغلب الولاد دول بعدهم خلل في الرضاعة يعني إما بيشرق ما بيرضع لأنه مش عارف يبلع إما مش عارف القدرة على الرضاعة نفسها مش عارف وعنده خلل في البلع